مساء الخير مشاهدين الكرام حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج بالمختزل وضيف حلقتنا لهذا اليوم سيد محمد الحلبوسي حياك الله صادر وحمد محمد سهلا حياك الله سيادة الرئيس وهنا سهلا بك ومرحبا في برنامج بالمختزل ما أعتقد بقى شيء من الحقبة السابقة ممكن أسولف بي بالمختزل فراح نفتح ملفات الحقبة الجاية ممكن أمر بسؤال بسؤالين استفساريات مهمات يفيدن بسياق الحلقة لكن هذا الحديث اللي يجري الآن عن انتخابات مبكرة هذا حديث فعلي لو تمنيات لو توقعات بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا لشخصك الكريم وليقناتكم الكريمة ومن خلالكم إلى مشاهديكم الكرام الحديث متواتر مثل ما تسمعوا ما نسمعه أيضا وأعتقده هو نوع من السباق السياسي الحزبي طرح ملفات قد لا يكون من يطرحها هو متبنيها بشكل جدي ولكن لأغراض المناورة والضغط السياسي ولكن بالعموم البرنامج الحكومي الذي قدمه سيد رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته كان نص واضح وصريح يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات النيابية وإجراء الانتخابات خلال عام وهذا كان مقترح للقوة السياسية في الإطار وهو جزء من التعهد الحكومي بهذا الأمر من وصل إلى مجلس النواب لو صوت مجلس النواب عليه بنفس النص كان يعتبر أن المجلس حل نفسه قبل سنة يعني يحسب حساب لأنه هو المجلس لا يحل إلا بتصويت المجلس على نفسه تم صار عليها تعديل لأن هذا نشكل لجنة من يجي المنهاج الوزاري مجلس النواب بشكل لجنة كانت برئاسة النائب الرئيس الأخشى أخوان وعضوية اللجان القانونية ومختصين من الدوار المجلس تم تعديل هذا النص وذلك ترجع على الجلسة التصويت على المنهاج الوزاري أو البرنامج الحكومي مع التعديلات التعديل كان أنه تصير أقر مبدأ الانتخابات المبكرة أقر هذا المبدأ ولكن لم يحدد الوقت خلال عام لأن يتطلب تصويت المجلس مرة أخرى وفق السياقات الدستورية القانونية يطلب تصويت المجلس مرة أخرى على حل نفسه وهذا يأما أن المجلس يقدمون نوابه بثلث الأعضاء يقدمون طلب أو بطلب مركب من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارة عمليا مقر مبدأ الانتخابات المبكرة ولكن لم يحدد الوقت تم تعديل هذه الفقرة قبيل التصويت عليها في جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة بس من حيث المبدأ هي مقر مقر المبدأ ولكن التوقيت ما محدد التوقيت إيش وقت يشوف أحزب تقدم قلت لك هو خيار من اثنين أولا إذا الحكومة أرادت أنه تأكد التزامها بالبرنامج الحكومي يقدم رئيس الحكومة طلب إلى رئيس الجمهورية بحل المجلس ويأتي الطلب من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب ومجلس النواب لازم يصوت بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء المجلس يبادر بتقديم هذا الطلب ولكن هو جزء من الالتزام المنهاج الوزاري يتطلب يا أما خطوة الثلث من المجلس أما خطوة الجهة التنفيذية لا غبارة علي ولا نقاشة فيها وجهة نظركم أنتم كتقدم بأعليش وقت يحين موعد المطالبتكم بالانتخابات المبكر بصراحة الانتخابات المبكرة إذا هو كان أمر مفروغ من عنده أنا شخصيا لا أعيد المضي بانتخابات مبكرة في أي دورة من الدورات لأنه تصير وكأنها سياق ولكن إذا هو متفق عليه وبصراحة أذرنا تحدث أكثر إذا ما كانت هناك رغبة للتيار الصدري بالعودة إلى مجلس النواب وكان يحاولون لم الشمل السياسي مرة أخرى فلا ضير في الانتخابات المبكرة يعني سلجلتك رسالة من أبو هاشم قالت لك أنا لانتخابات مبكرة مع المنهاج الوزاري الذي يقدم نأيد نأيد انتخابات نعم وفق السياقات التي صارت في المنهاج الوزاري مزيد الوضع السياسي بشكل عام أكو كرد مراضي بشكل واضح البارتي سيد مسعود البرزاني سيد مسرور البرزاني مراضين على الجاي الصيام عسى بها قرارات محكمة اتحادية بها ظلم من القوى السياسية بالمركز تهديدهم وأنت أحد الشخصيات القريبة على السيد مسعود البرزاني جدادين بموضوع التهديد بالانسحاب من العملية السياسية من بغداد أكو ورقة اتفاق سياسي وقعت في هذه الصالة هذه الصالة بالضبط اجتمعت القوى السياسية من كل المكونات سواء كانت كردية أو عربية سواء كانت سنية أو شيعية من القوى السياسية الحزبية وعدت ورقة الاتفاق السياسي وأصبحت جزء من المنهاج الوزاري وكان رئيس مجلس الوزراء أحد الحاضرين سيد محمد الشاعر السوداني ومو فقط في جلسة واحدة في جلسات متكررة إلى أن عدت هذه الورقة وهذه الورقة بها اتفاقات سياسية ثبتنا في وقتها وفي حينها مبدأ أنه لن نكتب شيء احنا غير قادرين على تطبيقه تمام يعني بالتفاوض أنه لن ليس فقط ورقة تكتب بلا تنفيذ لا توافقون على شغلة يا ممثلين الشعب العراقي يا أحزاب سياسية لا توافقون على شغلة أنتوا غير قادرين على تطبيقه هذا كلام كان واضح للجميع و هذا اطرحت أنه القوة السياسية السنية عندها مطالب حقها لجمهورها القوة الكردية عندها مطالب حقها القوة الشيعة عندها مطالب حقها تعالوا خلي نضع بورقة الاتفاق السياسي القابل للتطبيق مو فرض إرادات ولا نكتب شيء نحن غير قادرين على تطبيق أحد الأمور التي طرحوها الأخوة الكرد موضوع حل الخلاف السياسي بين بغداد والمركز بما يتعلق بالثروات يعني يحسن هذا الملف والأمر الثاني هو تشريع قانون المحكمة الاتحادية وأكو أمور لها تتعلق بتعويض المشمولين بالمادة 140 يعني تعويضات مالية لهم السنة طرح أو الإفراج عن المظلومين يعني حتى لا يفسر قانون العفو أنه أحنا نريد نعفو عن مجرب أحنا طرحنا قلنا عدنا إبرياء بالسجون ورافقت العمليات العسكرية اجتهادات ميدانية وطبيعي في كل الحروب تصير اجتهادات ميدانية رافقت العمليات العسكرية ألا يجب أن تعود الدولة بعد إيقاف الحروب أن تعيد النظر بهذه الملفات وذكرنا لهم حالات بالمئات بالآلاف بوشاية مخبر سري واحد عنده مشكلة تقارير الميدانية اللي كانت غير سوية وغير سليمة داعش احت المناطق وطبعا مضايف ودواوين وأجبر شيخ العشيرة أو أجبر وجهاء بالمنطقة أنه يوقفون ويأخذون صورة هذا المواطن متضرر وهذا نحكم على هذه الصورة مستعش الفلاشة والسلاح لا قاتل لا صار ضد وبس سنحت للفرصة أن يغادر المنطقة غادرها مباشرة أو أبو محال بالموصل كنا نعرف أنه قد يكون مليون ما غادروا من المدينة زيان هذا شع تبرك وكثير منهم توقفوا أيضا لأن من دخلة القوات الأمنية هم موجودين فقلنا إعادة النظر بالملف وتعريف الانتماء الانتماء يعني مو حشاية تنقالف لا الانتماء وخلاص فذكروا هم نفسهم حتى الأمنين اللي كان منهم موجودين لا خفال حفيظ كان موجود وغيرهم وكانهم موجودين أنه من هو المنتمي المنتمي اللي جهز مول جند نقل أو ثبتت اسمه في بودرة داعش المدققة رسميا ذول منتمين بس شيخ عشيرة طبت لداعش للمفروض الدولة تحمي هذا المواطن وتحمي هذه المنطقة اندحرت القوات الأمنية ودخلت داعش واعلنوا نفسهم دولة جديدة فبإمكانها بالسيف مالتبه بإمكانها يطب لأي مكان فمن دخل إلى هذا المكان أو لهذا المضيف أو لهذه المنطقة الناس أصبحوا أسرع نحن لا نحاس بالأسرع على كلمة قالها أو على صورة أخذها مجبر عليها الكرد أيضا عندهم قوانين يعني وهي قوانين دستورية دعونا نقف من هذه النقطة سيد العبادي في لقاء برنامج من المختزن قبل رمضان يقول إلا في دارة الدولة وقع على وثيقة إعطاء رواتب لقتل داعش مو صحيح مو صحيح أتحدى زي شون تميزون أو شون يتميز أولا ماكو شيء ماكو شيء اسمه قتلى داعش ماكو شيء اسمه أعطاء اتلاف إدارة الدولة رجال يعني خل إذا هو قاريه وإذا يضطرني أطلع حل العلن وهي جزء من المنهاج الوزاري بالمناسبة موجودة بالمنهاج الوزاري يعني ما يحتاج أشعر به بس أقدر أطلع لمواقعين الورقة المنهاج الوزاري شفت بالمنهاج الوزاري إلا تشوف الملحق السياسي معه شفت بي أنه أنت قتلى داعش هذا تبلي وتجني يريد يعني شاقدر أسميها يريد انتج نفسه سياسيا بصورة طائفي يعيد نفسه سياسيا هو رفض يوقع على الورقة هو الرجل اعترف قال ما وقعت على الورقة ونحن هماما نتظرين توقيع على الورقة نحن نريد اللي ينفذ لأن بحقوبته بحقوبته لا زال التحقيق موجود على ملف المغدورين هو كان القادة العام للقوات المسلحة فهو أحد الذين يسألون عن هذا الملف ما هو يقول أنا ما أردخل وقت البرنامج بهذا الحديث الجانبي يقول نحن قاتلنا ودخلنا أكو ناس بمعسكر داعش لقينهم هاي الأسماء موجودة بالبودر اللي يغفوا نحن موافقين على البودرة موافقين هاي أسمو قلت لك الموجود بالبودرة ما حدي يدافع له الموجود ببودرة داعش ما دافع له بس مدينة كاملة دخلت لها القوات الأمنية وقبل دخول القوات الأمنية دخلوا لها داعش وأسروا الناس هل أحاسب الأسير على كلمة أو موقف بدر من عنده وهو لم يحمل السلاح ضد الدولة هذا المفروض يعني المفروض يعني أرفع عنه الضرر لأنه أصاب ضرر نفسي بدخول إرهابي إلى منطقة فبما يتعلق بالجانب الكردي الجانب الكردي يعني بشكل عام لما تطبق ورقة المنهاج الوزاري والبرنامج الحكوبي بما يتعلق بالقوانين المتفق عليها أكو حرج اجتماعي رح يصيبنا جميعا لأن سنعود مرة أخرى إلى الانتخابات وهم رح نقعد نكتب ورقة أخرى أبسط سؤال يسأل المواطن من هذه المكونات يقول يا بنتم وقعدت وذي كي سنة وكتبتوه وما نفذتوها يعني كافية تستنفذون وقتنا وتقولوا رح نكتبها مرة أخرى أنا في أحد الاجتماعات لإتلاف إدارة الدولة تحدثت بصراحة قلت كفانا ضغط على الكرد أكو ضغط مركب أخواني حتشوا أهم بصراحة نحن رايديهم لو ما رايديهم ميصر هم قاعدين وينا بإتلاف إدارة الدولة ميصر هم جزء من الحكومة وهم متهم في كل المفاصل يقعدون يتفقون ويا الحكومة يتعطل الاتفاق في مجلس النواة يمشي الاتفاق جزئي في مجلس النواة بيرجع يتعطل بالمحكمة الاتحادية والسلطة الرابعة الإعلامية أيضا أكو ضغط مستمر في بعض الملفات هم محقي وفي ملفات أخرى يحتاج لهم أن يراجعوا نفسهم ولكن من نتحدث عن قانون المحكمة التحديق هو قانون دستوري من نتحدث عن ملف حل المشاكل بين بغداد والإقليم هذا أيضا يعني هذا بصراحة إراد لإعادة دراسة بشكل كامل لأن لا هم راح يعني ما تنتصر إرادة على أخرى أحنا الآن الموازن نحكي عن 200 تريليون أحنا نقول نسبة الكرد 12.6% من الكلي يعني بالإقليم فـ 12.6% هي أشقد تسوي من الميتين المفروض تسوي تقريبا 25 وميتين من الميتين تريليون نسأل نفسنا السؤال الأول هل داي يستلمون 25 وميتين الجواب لا مؤكل تزامات أخرى أيضا تمام تمام وإحنا خل نجي هو كمواطن كردي مستلم هذا الرقم لو ما مستلم أنا طرحت مبدأ سابق وأتمنى أنه يطبق في أي سنة من السنوات أنا ياك واحد سني واحد شيء واحد من الجنوب واحد من الغربية خل نجي نعتبر الدخل للمواطن قياس واحد نشوف أنا ياك نقول خلي نعتبر الكردي هو خط الشروع عندنا كنا شنو الدخل مالته على نسبته نعكس على المحافظات الأخرى يعني على سبيل المثال إذا حصت الإقليم 10 تريليون دينار أقول 10 تريليون دينار الـ 12.6% يقابلها سين تريليون على 87.4% فاعتبره هو الأصل ووزع للبقية يعني هو المقياس ليش ما طبقنا هاي أخرى طرحتها أنت؟ طرحتها أكثر من مرة وما دا تطبق الثانية هو يدفع مثلنا كنا بالقروض القروض اللي تتحملها الدولة زين هل هاي القروض مشمول هو بيها لو منفذة في غير مكان الأخرى هو يدفع 12.6% أنا مو في طور الدفاع عنها بس أردح للمشكلة خلينا نقعد قاعدة مصارحة هو يدفع 12.6% من الانفاق السيادي من الانفاق السيادي الانفاق السيادي بالمؤسسات الأمنية كلها بوزارة الخارجية بوزارة التخطيط بوزارة المالية بالوزارات السيادي والمؤسسات السيادي هي الحشد المفروض اللي يدفع لازم عنده مساهمة بقدر اللي يدفع العدل والانصاف إذا هو يدفع 12.6% أو جنابك تدفع سين رقم وانا يدفع سين غير المفروض لو وجود في هذه المؤسسات يوازي المبلغ المصروف هل هم موجودين بهذا العدد 12.6% في بغدال يحتاج لنا نفتح الملفات فتح الملفات بالأخير بالسابق بالسابق جنا ننطيه بدون حساب احنا لقل لعبنا بالسابق مهز احسد خلي خلي تقول لي نريد نحاسبك من قديم بالسابق كان جنا ننطيه وإحنا ما نصرف كان هو يستلم وإحنا ما نستلم موجودها حقيقة هو يأخذ 17% وإحنا ملتهين بالمشاكل الأمنية والطائفية ما اللي حق نبني مدرسة بمنطقة بالسابق كان عنده انفاق زايد لا السابق صحيح ولا الحالي مستقر تشعر باعتلاف إدارة الدولة من الطرف الشيعي تحديدا بأنه هو صادق في نوايا بينه ننطيك الـ 12.6 ولكن هاي الالتزامات نفذها بهذه البساطة سيد رئيس بصراحة أتحدث الجانب الكردي كان في السابق ما أحد محاسبة على الجانب المالي وكان انفاق أعلى من نسبته اتفاقات 2003 من 2003 حد الـ 14 15 16 لاحقا أكو تقاطع بين ملف تصدير النفط السيادة على النفط بالتصدير وبصراحة هاي بها مشكلة يعني السيادة المفروض للدولة الاتحادية في هذا المد والإيرادة المتحقق منها أو الإيرادة النفطية المتحقق المشكلة بإدارة الدولة وكننا نطلق شعارات للشارع ونعيش لشارع هذه الأجواء بعد صعب نرجع للمنطق يعني تلاف إدارة الدولة مكونات سياسية مكونات سياسية اجتماعية سووا سوينا الطرف الفلاني عدو وظلينا نصعد إقبال إعلاميا لا أغراض انتخابية لا أغراض سياسية بعد ما يقدرون يرجعون خطوة لحلها بشكل منطقي المفروض نوقف هذه المشاكل ونجي نصارح للناس أنه هذا إرادي هل قد جايني من هاي المحافظة هل قد جايني من هذا الإقديم هل جايني من فلا مكان ويكون يعني بلا مجاملة جيد كل من يأخذ حقه بلا مجاملة ومن الكرد يغلطانا قول لأنت غلطانا هذا الضغط على الكرد وأكو موقف أكو التزام منكم باتجاه الكرد تجاه سيد مسعود برزاني لسا ما أعرف طلب منكم مساندة هذا الموقف في الانسحاب إذا صار لو الضغط على تقدم بالزايد ممكن هم يوديها باتجاه طريق الكرد نقول فيما الله أعزلي الملفين يعني لا حتى ما تصير بعدين وهي رح نحشي بها نياك وممكن في فترات لاحقة ممكن باتشر تقدم يقرر أنه يقاطع وممكن جهة سياسية أخرى تقرر أنه تقاطع فالآن الحديث على أنه اثنين هم يقاطعون هذا حتى يقولون شوفوا اتفقوا الطرفين وهذا جزء يقولون انتباقوا هذا قديم ما لا صح ما لا وجود ما لا وجود تفكرون بمقاطعة؟ الدليل تتعرض رئيس تقدم تتعرض رئيس تقدم إلى قرار غير دستوري وإلى أمر ما إلا مسوق قانوني وهو يمثل رئيس مكون البارتي والكرد ما قاطعوا جلسات المجلس إذا هو تحالف دائم كان المفروض يقاطعون فهم ما قاطعوا ولكن يجب أن توضع الأمور في نصابه ألمس خلال الفترة الأخيرة من سنة وجاي أكثر الكرد يتعرضون يعني وتحديدا حزب الديمقراطي الكردستان يتعرض إلى قرارات متتالية قرار بعد آخر قرار بعد آخر قرار مرة تحادية مرة يجي حكومي مرة يجي قرار نيابي مرة صدع إعلامي مرة رأي اجتماعي تقف خلفه منهجية يعني ما جاي يعني ما جاي في محط صدفة ما جاي في محط صدفة أكو منهجية يعني خلنا نقول حساب متراكم جاء وقت تزديد الفاتورة حساب متراكم ليسوون صيغة الحساب المتراكم وهذا مو سليم بالنسبة للعراق لأن تدري جزء من عندها لها علاقة بالوضع الأقليبي يعني ما يصير اليوم إيران تقصف أربيل وتجي قرارات من بغداد جوز مني سابقا كريس مجلس نواب أو من غيري حساب ما أردل قدتهم على أحد أيضا ضغط مالي أو سياسي أو قانوني على الإقليم تفسر على أنها منهج منهج يمشي مركب يعني ومو تفسر ممكن أروح أبعد أكو يعني أساس لهذه المنهج هي مترابطة أو ما مترابطة 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 القصف من هذه الجهة مترابطة مترابطة للأسف مترابطة خلينا أوقفهم هذا الجزء فيما يخص البارتي حتى بعد الفاصل أرجع للجزء فيما يخص أستقدم أستمرين لكم مشاهدين الكرام لكن بعد الفاصل من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في القسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم وضيف حلقتنا مثل ما تعرفون السيد محمد الحلبوسي وكما أخرى أرحب بيك قبل الفاصل تحدثنا فيما يخص البارتي وزعامة البارتي والترابط بين القصف الإيراني على الإقليم وبين القرارات من أي جهة تصدر باتجاه الإقليم هذا فيما يخص البارتي وانت طلبت أن نعزل الموقفين حتى لا تفسر فيما يخص حزب تقدم وهذا العدد البرلماني اللي ملكه إيج قد راح تبقون بالعملية السياسية إيش وقت تقول كافي بعد ما أقدر أنا منسحب فيما الله أولا وجودنا بالعمل السياسي مو حتى ننسحب أكيد يعني هو نوع من ما أقدر أسميه احتكاك هو يعني مو عمل سهل يتطلب نفس طويل يتطلب صبر يتطلب مناورة يتطلب تكتيك يتطلب استراتيج يتطلب أن تكون مجد في ما تطرح ومواجه مواجهة سياسية قانونية لأن كل حزب إلى رؤية وكل من يريد يفرض رؤيته وكيف ممكن تنسق رؤيتك مع الآخرين لكن أرجع على ورقة الاتفاق السياسي من كتبناها قلنا أنه لا نكتب شي ما نقدر نفذ ما نقدر يعني ما تريدون تنفذون لا تكتبون شغلة لأن سنلتزم مع من نمثلهم بما تلتزمون به معنا فلا تكتب شي لأن أنا رح أروح أقول اتفقنا على هاي إذا تشوفها صعبة تركها خلي نشوف غيرها يعني خلي نغلق ذن الملفات اللي تقدرون عليها الآن وما تحرج الجميع وبيها حق قانوني وبيها حق اجتماعي نمضي به إذا استمر عدم تطبيق ورقة الاتفاق السياسي بعد لا أبو تقدم يقدر يبقى ولا كل واحد إلى علاقة وامتداد من الجمهور يقدر يبقى يعني كل من في جمهورة لأن ش راح نقول لهم الآن هل كان من طبقت بينك وبين نفسك لهذه المدة أروح لأقصى مدة ممكن لأقصى مدة ممكنة لأن حتى أحاول حتى ما أقول لأن رجعتنا بدون تنفيذ هذه الورقة رجعتنا بدون تنفيذ بنود هذه الورقة تضعف من مصداقيتنا وتفقد حجتنا بالاستمرار مع شركانا بالعمل السياسي يعني بس سؤال ش راح أروح أقول للمجتمع السني يقول يا بهاي ورقة اتفقتوا عليهم من شورة بالمنهاج الوزاري أريد أجي أتشاركوا يا أخواني الآخرين يعني هو السياسية الشيعية والكردية في الدورة القادمة في 2025 ما راح يقول لي واحد يا بمتشاركت وذي تشسنة ش سويت لي هاي ما خلصته شنو المنهاج اللي راح أحتي ما لي مغارك السن راضي يعني المجتمع يقيم من يمثل السنة حتى الآخرين ما أعتقد الكل يقدرون يرضون أنه يبقون طبعا بالدرجات وهم ما قادرين أنه يقدمون شي لأن هذه ملفات محرجة وهذه ملفات حقها فقبل الأيام صار حديث عنه أحد القادر السياسيين أنه أخوان لا توصلونا لطريق مزدود نحن قضيتنا مو فقط قضية رئيس مجلس النواب من يكون مجلس النواب وورقة الاتفاق السياسي سويا شون ردك عن هذا الشيعي شون ردك عن هذا الشيعي تمضي تمضي وحاولنا كل المحاولات لو تمضي كلها سواء لو قلونا من منشيهن كلهن حتى نقول أنه بالعام يمقشرين به أنه خلي من يعتقد لا نحن مو شغلتنا منصب جيد بهذا الاتصال كوي هاي الشخصية الشيعية وتكون معارضتنا بالمناسبة المقاطعة معلنة تكون يعني تكون مقاطعة معلنة نرجع صفوفنا ونقول عجزنا عن تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي ذا غيرنا يعتقد نفسه قادر أنه هو يجيب ورقة الاتفاق السياسي خليه ويروح يكمل خليه ويروح يكمل بهاي الطريقة بشكل سهل حددت وقت وي هذا الشخص الشيعي تصدق بي عدنا جولة من المفاوضات القادمة وأتوقع بعد العيد زيلا أنا مرضي السوداوي كلش حتى لا تزعل مني بهذا اللقاء بس مضطرق سوداوي خل نقرأ الفاتحة على حزب تقدم حتى الإفتاحون نقرأ الفاتحة على حزب تقدم سدة سيادة الرئيس لا 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 يقبلون والله ما يقبلون يتمدد تقدم خلاص وافحة وكتب تغريدة منها بارك السيد سالم العيساوي وبارك للزميل سالم العيساوي رئيسا للبرلمان قد أولا أولا هي استحقاقات مكونات الثانية هي تمثيل مجتمعي أغلبية أحنا ما اللي يرجعوننا سعدون حمادي بإرادتهم ما نقبل أوف سألنا إساوي سعدون حمادي أنا ما أقصد شخص ولكن أقصد المبدأ أنه يجي أقلية ترشح نفسها أقلية عددية مكانات محفوظة يعني ما حازت على أغلبية الجمهور وتجي جهات سياسية أخرى تقول لنا فلان خوش عدكم فلان خوش سني لو نخلي لكم يا رئيس مجلس لا نقبل بترشيحهم وخاف أحد يقول لك أنه ليس هم مرشحينهم كل واحد وراء جهة قالت لفوت ونحن ندعمك ونسندك واضح المرشح الخصم لا لا لازم أخذ بس من أخذك سياسة رئيس أنه المرشح اللي ليس من تقدم وراء جهة شيعية رغم بأنه سني واقف وراء شيخ فلان وراء قف وراء سيد فلان بس تركوا شيعا وراء مئة بالمئة جهات سياسية شيعية وهي كثر تقول احترموا مبدأ الأغلبية هو اللي يحمي العملية السياسية أغلبية كل مكوم لأن بعد دورة أخرى راح تجي الانتخابات حتى اللي يطابقوا إياهم الآن على ضرب الأغلبية باشر عقبة هو يرجع يعيرهم ويقولهم ذيك السنة ضربتوا الأغلبية تذكرون بيناتهم يقوم واحد يسمع لآخر وجهات أخرى تريد تستقوي على بيئتها السياسية بجلب مرشح يكون أداة إلى كرئيس مجلس نواب جزء من الصراع الانتخابي المبكر وبصراحة في الأرواق السياسية الشيعية يجي بفلان حتى يكون أداة بيدة مع احترامي للشخصيات بعلمهم أو بدون علمهم بس يقول لآن اجبتك واني سويتك ما عندك أغلبية لاحقاً راح يسمع لياها هاي السالفة حتى يكون أداة إلى للسيطرة على القرار التشريحي وتكون نوع من المنافسة السياسية المبكرة الانتخابية من القوى أطراف الإطار وآخرين يقول لها هذا مو حق عملياً ما حد يقدر يفرض علينا شرعية شخص ممكن يروح يفوزوا بلغة العدد بس ما على شرعية إذا فوزوا بلغة العدد راح تنفذ هذا القرآن في مال لا قبلها نصل لهذه المرحلة قبلها لا قبلها يوقفون الأغلبية ويعلنون عن نفسهم يقولوا احنا موجزة من هذا الموضوع نرفض تسمية شخص أو أي كان من يكون لا أعني المرشحين ولكن أعني أي واحد يجون تجيز جهة مو معنية تقول لها تعالى سويك بالمنصب الفلاني لو مو رئيس مجلس نواب لو يقولوا تعالى نسويك وزير نرفض مبدأ الوصاية ونرفض مبدأ الشكلية أنه النظام السابق هم كان عنده سعدون حمادي هم كان عنده وأكو شخصيات بهم ما نقدر نشكي مهنيتهم بس مو ممثلين لبيئتهم نعم رئيس الجمهورية كان كردي رئيس السلطة التشريعية كان شيعي فهذا المبدأ مرفوض إذا وصلوا بالتفكير لهذا المبدأ الوضع السياسي يكون قلق وما ظل يعني ما ظل ب توالي التفاهمات أنا أعرف بتحليلي أعرف من رئيس مجلس النواب بالدورة القادمة قللي منه بعد وقت لا قللي منه والله بعد وقت بس دقلي منه الله يشهد بعد وقت لا أنا أردأ قللك يا منه منه ما أردأ أنا أردأ بارك لسيد محمد نوري تقللي ليش كرابلة بلالباطعة جابه حلبوسي أو دعمه قاسة دعمه سيد الحلبوس الحلابسة دعمه كربولي نعم وخله محافظ فواضح يعني ما تخاف؟ ما تخاف؟ لا لا بعيدا عن الجنبة العشائرية لا هو التسمية اللي موجود بعيدا عن الجنبة العشائرية الأخ أبو مصطفى محافظ الأنبار يعني متمرس وظيفية يعني ومشتغل سواء في جهات تنفيذية أو حتى في يعني بعمل بالسلطة التشريعية وعنده رؤية سياسية وعنده فهم سياسي عمله تنفيذي ما رح يصير تشريعي يعني حتى هاي مقدما هو مو من الأشخاص اللي ترغب بالترشيح لمنصب أو مو المنصب حتى لعضو مجلس نواب الأمر الثاني الحديث مبكر على من يأتي رئيس مجلس نواب في الدورة القادمة قلت لك احنا عدنا مشاكل لازم تحلقها بالنهاية الدورة مشاكل السياسية يجب أن تحلقها قبل هذه الدورة حتى يكون العمل السياسي ذو جدوى احنا جيد سياسي يجب بعيد عن الإرهاب وبعيد عن التطرف وبعيد عن الطائفية أنا سني وأدافع عن حق السنة وأدافع عن البلد بس ما تعد على الأخوان الآخري وأيضا حتى عد المساحات الأخرى اللغة الطائفية نوعا انخفضت ولكن ظل المنهجية اللي مزروعة عد البعض فنعتقد أنه هاي أفضل فرصة اللي ممكن يتفاهمون أخوان في بلد إذا بهاي التوقيت اللي ما عدنا طائفية عدنا وفرة مالية عدنا وقع خالجية طائفية عالية قل لي شلون شون وقالوا محمد حلبوسي راح تخدون محمد حلبوسي أكل بغداد وبغداد الشيعية والترنتس ثلاثة أيام هذا اللي أقول البعض متفكير هذا البعض اللي شايلها موروث ويا يعني الجيل اللي عاش بالعراق أيام الحصار وأيام المشاكل ولا زال موجود يعني كأعمار هاي الأعمار هل نقول الجيل الثاني للطبقة السياسية العامة سواء سنية ولا شيعية أكثر تفاهما من الجيل السابق الجيل السابق بعده يطرح نظرية يعني هاي نظريات المؤامرة ونظرية الأفكار السوداوية وكل هدف انتخابي يعني حلبوسي راح ياخذ بغداد هو غير حزب وعنده قاعدة وجمهور هي الحقيقة مول حلبوسي صعب من جمهور مارد أكو غير ينخفض بجمهورة فما ي جمهورا خفض يعني السين من الناس جاب مليون واحدة جاب مليون صوت أنا ما مسؤول أنه ينزل مئة ألف علي أن يراجع أداء قبل ما يقبح الآخرين زين بتوصيف اجتمعت اللقاءات السابقة لجنابك بعد الغيبة الطويلة عن الإعلام ما رضي دخل ليش اختارت محمد نوري وكل التحايا وإن شاء الله موفق في عمله ولا أبط طب ها أنت وضحتها بشكل واضح لكن أوصف لي العلاقة بين محمد الحلبوسي ومحمد نوري محمد نوري شريك موظف لا لا محمد موظف محمد موثوق أولا أنا مشروع سياسي بدأ من عام الحقيقي من عام 2016 يعني وبلشت نعم أنا نائب من 2014 بديت أشتغل من 2016 محمد هو كان ظلي من عام 2017 وأني محافظ ومطلع على التفاصيل الإدارية التفاصيل السياسية وكان مساهم إيجابا في تقوية مشروع تقدم يعني خلنا نقول من بدينا حلقة ضيقة هو أحدهم يوهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني أنا اعتبره كافح اشتهت عمل ليل نهار مؤتمن ومدرك وفاهم بس بعد ظلك ويبقى ظلي وبالمناسبة قدمت وزير في حكومة سيد محمد شاع أنا قدمت سيد محمد نوري وزير ووافق السيد شاع ويعرفه ويعرف إمكانياته لكن لاحقا صارت تطورات تتعلق بتغيير مواقع الوزارات وأرجع الموضوع أو تأجل أو يعني في حينها فكان مقدما على أنه يكون وزير عمر اللي هو الآن رئيس مجلس المحافظة منصرة محافظ أقول الخيلم بينه من أول هدة شفته من أول حركته وهو مدير بلدية مبدع لامع ما يتعب من أنطيه فكرة ورؤية يروح يطورها أكثر وينفذها ميدانيا ويجيني بنتاج أكثر من ما أنا متوقعة فهم جيل شاب سبع يعني إذا أصف نفسي بقائد لمشروع القائد الناجح يجيب أشخاص وقادة ناجحين وأكيد رح يكونوا قادة ميدانية ناجحة تقدم اللي كان يقاتل على جبهات صلاح الدين للاستحواذ على المحافظة وفاتح جبهة في الموصل للأخذ بالزعامة السنية بعد أن يأخذوا الموصل طلعت بالأخير ما مسرورة العيفان مسرورة لك جاي قاتل بالأنبار بالأنبار انقلبوا عليك والله انت لا حققت نجاح بصلاح الدين ولا حققت نجاح بالموصل وانقلبوا عليك بالأنبار فمسرورة علمي كل انقلاب ماكو بالأنبار ونتاج الانتخابية احنا جبنا 310 ألف من أربع 310 و300 لذرني من الرقم بس جاوزنا لـ 300 من 420 كل القوام الأخرى ونص أصواتهم هي مو أصوات يعني مو أصوات حزبية أصوات مرشحين يعني 80% مقابل 20% بس كانت مصرورة لك مو لعيفان لا ما مصرورة لي والنتاج أولا احنا المحافظة اللي تشكلت بأغلبية مريحة بما يتعلق بالحدث اللي تعرض لي لشم المعارضين السنة سووا لي سووا لي هذا القرار أو جرأ أو يتمكن أو أنهم يسووا لي هذا القرار هذا القرار وراء دول وراء إيران 100% وراء إيران وأذرح إيران وتفاصيل طويلة إذا نخوض بيها هم يعني في حديث قالوا أحنا هذا شيء عراقي أحداث متراكمة سياسية كثيرة لها علاقة بالتعالف الثلاثي لها علاقة بأمور جغرافية أرجع على النتاج بالموصل وصلاح الدين أنا النتاج في صلاح الدين ما تغيرت عندي بس ما حققت الرجاح لي ترجع لا 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 نيابيا مساحة صلاح الدين تختلف عن أي مساحة كل القوة تتراوح مقاعدها بين 2 و 3 الكل فنفس اللي حققناه بالانتخابات مجلس النواب حققناه في ديالة ما عدنا لا منصب محافظة ما عدنا منصب رئيس مجلس محافظة ما عدنا مدير دارة في ديالة واحنا جبنا القائمة الثانية بعد قائمة المحافظة والقائمة الأولى على الوضع السني في بغداد احنا الأول بالنتاج في مجتمع بغداد لاحقا النتاج طلعت بالتصويت الخاصة هو بالتصويت العام واضحة وبعد 94 بالمئة من الخاصة منظر 6 بالمئة من الخاصة صار هذا التغيير بالنتاج ولا زنا يعني خلنا نقول فرق ألف صوت بينه بين الأول والثاني بس هذا التغيير طبيعي مو تغيير مفتعل تكشف أوراقها لاحقا لا رئيس جاوبني أنا ما أقدر أنت شيء يقين أنا ما أقدر أنت شيء يقين بس أكون طباعات يعني مثلا كيان سياسي يصعد 5000 صوت بالتصويت الخاص على قدر بس يعبر المقعد مالتنا أحط عليها ألف علامة استفهام ولكن التوقيت غير سلي الموصل بصراحة كانت النتاج بالنسبة إنه ما مرضيه فيه كاركوك أيضا مرضية فيه بغداد فيه ديالة فيه صلاح الدين طبيعي في الموصل كانت ما مرضية إلهي على أقب تركيبة أهل المنطقة نفسهم إيه ما يقبلون واحد من أنباري شيخ عليهم لا لا هاي نظريات سامن نجيفي تركها لا لا المجتمع تقدر تشوفه أحنا قبلنا بسامن نجيفي يصير رئيس القوام السنية ورئيس التحالفات السنية وما عدنا هاي نفسه واثنين أنا جاي أنا مو متفضل عليهم جزوا من واجبي ساهمت باستقرار المدينة وساهمت بأمنها وساهمت بتوفير التخصيصات اللازمة لها وغيرنا المجرى السياسي احنا الموصل صارت عندنا مشاكل مركبة شيعهم دخلوا الخط يعني بعض الأحزاب الشيعية اللي تدخل بالساحات السنية في نينو كان لهم دور يعني هايسة مثلا ممكن أحد من عدهم المعارضة السنية اللي هي في نينو ممكن تقول الفعل الفيض شو عندك بالموصل أنت تقول لاش عندك بالموصل هذا الجواب يمكنك يعني تبحث أو السؤال هل ذا إلى جواب ممكن ممكنك أنه تتحرع عنه ما قالوا أيضا للأخوة في أربيل ما قالوا لهم ليش تدخلون بالساحات السنية وترشحون عرب سنة بس أنت هم ما قلت تبالي على الفيض شو عندك ما عليحات المسلية ما لا أحسن نجيك على الجزئية مع الموصل وبعدين نجيك أنا في دور في وضع الموصل الموصل المجتمع تعرض إلى نكبة قوية وضربة قوية في في احتلال داعش المدينة والمواطنين الموصلين أقرب إلى الدولة وأكثر بساطة من مجتمعاتنا واحتكرت احتكر بعض الجهات اللي أنا داما أوصفهم أنه هم تائرات اسلامية احتكروا القرار الموصلي لفترة من الزمن ومواطنين متهمين عند الطلب يتعرضون لضغط مركب من أكثر من جهة ساحة بلنبار ساحة سنية بحتة ما بها مشكلة ولكن بالموصل يعني التركيبة سكانية الطبيعة الجغرافية للمنطقة دول الجوار القريبة من عدها الاقليم قريب من عدها الوضع المناطق المتنازع عليها الشبك المسيح تداخلات غريبة كلها ضغطت على عربنا فضغوط كانت مركبة ثنيا دخول الأجهزة الأمنية بالملف الانتخابي وهذا مرفوض جملة وتفصيل ويمكن سمعت أكثر من مرة أنه منتسبين في جهات أمنية يطلبون عندهم يروح يجيبون بطاياق أهلهم حتى يطبون هذا عجاها بالبرنامج بشكل صريح سيصالح المطلق بصراحة يجيبون أهلهم يقولون لهم تعالوا طبوا هذا بصراحة يحتاج لوقوف إليه أما ما يتعلق زيارة الخريس هيئة الحشد إلى الأنبار بوضع الأمن وبصفة العشائرية لنوسع سواء الأنبار حتى لموصل أي مكان بس لا يخبطون الأمن والسياسي ما يصيب يعني اليوم ما احنا ما نقبل أو الكل ما يقبل أنه القادة الأمنيين يصر عندهم أحزاب سياسية يعني ما يصر هو قاد أمني مسؤولية العدالة بين الكل ما يصر هو قاد أمني وما يصر هو قاد سياسي خليب قاد سياسي خليب قاد سياسي ما كنا نتعامل وياه وكنا نعيد ونجام أو خليب قاد أمني هم ما عدنا مشكلة بس أن تسخر الملفات الأمنية لمصالح سياسية بها مشكلة بها وقوفة مستمر لك سيادة الرئيس بالحديث لكن بعد ذهب إلى فاصل قصير بعدها نتابع البرنامج من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في القسم الأخير من حلقتنا لهذا اليوم وضع في الحلقة سيد محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم مرة أخرى أرحب بيك إذا قدر تتحمي حزب تقدم من الانشقاقات سنسمع حديث تكسارات عن شقاق أشياء تسمح أنت بشكل أقل يريدون اللي يتمنى أن يصار عنده حزب أو يصار عنده جمهور ويصار عنده فريق سياسي ملتزم معه وما حقق هاي النجاحات فأي حاول أنه يقدح بغيره أنا عندي فريق سياسي وعندي نواب أصحاب قضية ومبدأ وحتى البعض اللي اختلفت وياه أو اختلف مع الإدارة التقدم أو للحزب قسم منهم هو أصلا ما كان جزء من عندنا العملية الانتخابية اضطرتها واضطرتنا أنه نتعامل معه وجزء آخر راح وهواب تقدم يعني راح إلى محطة ليست ببعيدة وسيعود عاجلا ما أجدا فأكو اختلاف بمن غادر أما اللي باقين وصامدين مجتمع صامد نواب صامدين عندهم قضية عندهم مبدأ هذه ما الجاكسارة أو ما أدري منه لأغراض القدح بمن ثبت هو أصلا الغادر بعض الغادر ومو الكل بعض الغادر يعني ما غادروا على نظرية إيدلوجية أو نظرية فكرية غادروا على جاكسارة بإمكانك تسوي لقاءات وياهم تسأل كمشروع باقي ومشروع إلى امتدادات اجتماعية الناس شعرت في فترة من الزمن أنه ولا زالت أنه أكو من يمثلها بشكل حقيقي أكو من يدافع عن وضعهم أكو من يعمل بشكل مستمر معهم وحتى ما تعرضنا من استهدافات طبيعية بالعمل السياسي أنا أشبهها مثل راعي أنا جايلي الاستهدافات أجل مثل راعي وتجي سنين خير وحلالة الله يبارك بي وزرعة وحلالة وتجي سنين محل ممكن أصف هذه الفترة أنه هي سنين محل يجرى بي وراء بس ننتظر الربيع ونجي يجي ويجي سريع يجي سريع نجي قد بعد له نسوي لقاء أكيد نسوي لقاء آت ملقاء آخر لكن ليه شي يرفض محمد الحلبوسي ترشيح شخصية من الأنبار يعني هستقلت ما رح أجيب علىها السئلة مكررة وهذا سؤال مكرر نعم أنا أدي أدي غاية بي حتى أخوت من يم أولا أحنا حزب دا مثل هذه المحافظات كلها نفسهم المعارضين لحزب تقدم لهم قدرة على الاعتراض على كل شي إذا تبني جامع يقول ليش بنو جامع تبني مستشفى يقول ليش يسوي المستشفى لهم يسوي طريق تسوي طريق يقول عافوا المدرسة يعني لقدرة على تشويه الحقائق لو محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم مقدم شخصية من الأنبار لتعرض إلى استهداف خارج حدود الأنبار أنه هل هذا الموقع هو للسنة لو بس للأنبار ورثوا الجماعة بالأنبار كان انتقدونا بهذه الطريقة أنا احنا نمثل هذه المحافظات شخصيا من رحت إلى التسمية من المحافظات الأخرى حتى لا يقال أنه أهل الأنبار تكروا الموقع أو الحلبوسي ورث الموقع به بمحافظة الأنبار احنا نحكي أنه نمثل كل هذه المحافظات فلي يجي من الموصل يمثلنا لي يجي من ديالا يمثلنا لي يجي من بغداد يمثلنا وصلاح الدين وأيضا كاركوك وغيره نعب رئيس الوزراء ليس من الأنبار لو قبلة الكتلة السياسية بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من مرشح السيد محمد الحلبوس ليكون رئيس برلمة كل تقدم مرشحين عند الحلبوسي لا واحد طيب ثق كل تقدم وأنا حتى من ناقش القوة السياسية يعني معقول أنت رايح تناقش قوة السياسية بتعديل قانو بتعديل النظام الداخلي لا مواليد أريد أصل معاهم إلى نتيجة نهائية حتى ما تقدم شخص ويقول لك هذا الشخص مرفوض أنا كل الأشخاص اللي بتقدم لأنه هو استحقاق لأغلبية سياسية سنية قلت لهم أنا بالنسبة لي أي واحد تختارون من الأربعة واربعين أنا موافق قال لي حتى أحدهم قال لي هل قدم سيطر يعني ربعك ما تخاف منه قلت له لا ليش خاف من ربعي بالعكس ربعي وأخوتي وخواتي ووقفه وما هتزع فأي واحد من عندهم يجي هو يمثني ويمثل حزبة في هذا الموقع فكل مقدمين أكو ناس لهم رغبة وأكو ناس ما لهم رغبة اللي لهم رغبة محل تداول كم شخص لدى القوة السياسية ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة نعم بيهم من الأنبار الأنبار قالوا وإحنا نكتفي بإخواننا الآخر أكتفي بهذا الموضوع بهذا القدر أكو كلام من خوف تمدد السيد السوداني بالجمهور الشيعي باعتبار أكو حركة عمار فك اختناقات هذا أطراف أخرى تقول هذا تمدد أيضاً للسيد السوداني في الوسط السني في دول السني يشعرون مثلاً سيد مشعان الجبوري يقول هاي ذكرنا بقوة النظام السابق في جهة معين ود منه قوة صدام هاي ذكرها ببرنامج مو برنامج واحد حتى أنقل لك ياه يعني والله هذا يود السيد السوداني ليس وحي المقاربة لأن تدري مقاربة مو منطقية الثانية منهج السيد السوداني يعني خدمي أبو يزن تصريحاته نارية يعني يسوي أكشنات حتى بالتصريح فما لها علاقة ما لها علاقة شون يصر العداء بينك وبين أبو يزن أنا بالنسبة لي ما عندي عداء ويو بيزن هاشنا يعني ما عندي عداء أولاً هو شخصية يعني شونا شابلك ياها التميل إلى الأكشنات يعني هسا خليهاي خارج الإطار السياسي يسوي أكشنات يعني والمتلقي يعرفه أكشن ويتمتع بهذا الأكشن يعني شون يقولك مسرحية بطلها فلان تروح وتستعد تشوف هذه المسرحية أو هذا الفيلم بمغامرات تشوفه في نهاية الفيلم أنت تمتعت أو شفته خلال ساعة ساعة ونص بس تعرفها يعني مؤمن بي أنه هو فيلم فأبو يزن يجيد الدور يجيد التأليف ويجيد التمثيل ويجيد الإخراج ويجيد الترويج كل هنا بشخص واحد أنت انظلمت من المحكمة الاتحادية حسب تعبير جناضك الكريم ولكن أنت أحد أقطاب التحالف الثلاثي وأبو يزن كان مياك بلغك بأنه تم تهديده من قبل السيد القاضي جاسب العميري بهذه النسق ويجيد التحالف الثلاثي أنا لا أريد أن أخذ بالتفصيل أنا أحكي لك بشخصية أبو يزن فأبو يزن أكشيناتها مستمرة والمتلقي متمتع بهذه الأكشينات وعندنا أكثر من شخصية بهذه تعيش على هذه الأكشينات سواء أكشن أو دراما يعني مثلا عندك هي بيها سبحان الله صار بيها توازن كونات أبو يزن مغامرات وأكشينات السيد عزة شابندر دراما كئيبة يسوي السيناريو دراما كئيبة وأكواحد كردي آخر هذا اللي يلبس أصفر أبو جيجو الثلاثي يعني أكواحد أبو جيجو بالجانب الكردي تمام 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 أنا أقصد كصورة ومشاهدة بالتلفزيون واحد اختصاصة كوميدي هذا اللي ذكرت اسمه والسيد أبو يزن مش عان الجبوري مغامرات وأكشنات والدراما متعبة أو سوداوية الأخ عزة شابندر فتوازن وطني بين ذول الثلاثة فالشاشة دائما إذا ما موجودين ذول الثلاثة ممكن بيوم اليام بتقول السورة صار لفترة ما طالح مش عاني الشو ما مغرد عزة آني آني أنا أقول الشو ما كنت جماعة تستغرب يقول الشو ما موجودين غياب يعني تفتقدهم من ما موجودين يعني أسوة بأي شخصية مشهورة بس هو أبدأ استعدادا للمصالحة أنا ما زعلان بعد كل اللي صار ما زعل مقلت لك مثل اللي رايح يشوف مسرحية أو رايح يشوف فيلم أكشن ومقتنع هو فيلم فأنا مقنع نفسي أنه هذا فيلم بالأخير ينتهي بس هذا السؤال جاوبنا عليه حتى أنا مورد دافع عن جهة عن جهة بس هو بلغك بالفعل أكو تهليد على التحالف وطلاف المحكمة يعني بالفترة اللي صارت علي دعوة بالمحكمة الاتحادية هو كان يعتقد أنه أنا ضده وهذا الأمر مو صحيح يعني وممكن إذا ترجع التواريخ بدأ حتى يصرح ضدي سلبا في تلك الفترة فمعرف منه موصل له خبر أنه أو منطي معلومة مو صحيحة وبنع على أساسه أو رادي يتراجع عن الثلاثي ويطلع يصرح ضدنا ويستميل الأطراف الأخرى بس بعد فوات الأوان يعني كان القرار متخذ ضده أيضا القرارات اللي دا تصدر من المحكمة الاتحادية هو بالمناسبة الشكلية بقضيتها مكتملة الشكلية بقضيتها مكتملة الاتحادية قالت يعني أكو طعن صار وفق المادة 52 من الدستور أنا حتى من أشكلت على القضية اللي أنا مريت بها قلت ما مرت على 52 من الدستور فمشت الإجراءات الشكلية مالتها صحيحة الإجراءات الموضوعية سبق أن تم النظر بيها سبق أن تم النظر بيها واكتسبت قرارات يعني رشح قبل يعني بعد تصريحات اللي بقنواته السابقة هو رشح قبل ودخل انتخاباته واستمر عضو مجلس نواب وأيضا بما يتعلق بشهادة انقبل ترشيحها راح قدم الشهادة مالتها راح قدمها بالهيئة التمييزية القضائية الانتخابات حتى يصبح عندك صورة الاتحادية ما مسؤولة عن نظر بالانتخابات لينظر بالاتخابات المفوضية الانتخابات والقرار التاخذ المفوضية تنظر به الهيئة التمييزية القضائية قبلت شهادة مشعان الجبوري ودخل الانتخابات 21 المفوضية قابلتها والهيئة التمييزية القضائية قابلتها بعد ما من حق محكمة أخرى تنظر بنفس الموضوع ما من حق فالقرار كان بمنحة سياسة هنا من يجي طار الطاري التحالف الثلاثي تجاوبت عنه الحلبوسي أسعى إلى شق الصف الشيعي والحلبوسي ماذا كلهم جاوبة عن تجاوبة بس أكو قادة بالإطار سقالوا لي قالوا لي بصفي بأن وجود محمد الحلبوسي بالتحالف الثلاثي ضامن إني قلت لهم يا بشون ضامن لكم قالوا لي أن هو دائما يأكدني بأن هذا التحالف لن يمضي وأنا أخوكم وشوفوها بالتوقيع منوقع على الاستقالات مبتسم مبتشر مو واحد حزين تحالف تفتت لا الثلاثي انتهى بمغادرة السيد الصدر بالتواقع قلت لك تمام الأمر الآخر أنا ملتزم بالتحالف الثلاثي كنت ولا أتراجع خطوة لسبب أنا أحب كلمة صارت حوارات سياسية بعد النتائج الانتخابية طرف سياسي يقول لا للثلاثة الحلبوسي برهم صالح مصطفى الكاظم اللي هي أطراف الإطار وهي أطراف ما فائزة كانت بالانتخابات وفتحنا قنوات حوار وكانت القنوات لم تصل إلى نتيجة ومحققين على النتائج نحن كتقدم وواضحة النتائج والأمور والماشية فما كانت كل لغة حوار أو ما وصلنا إلى نتيجة لأسباب متخذة مسبقة بما يتعلق بالرئاسات ونحن ما معنين النتائج هي التي تأكل تمام وطرف آخر فائز عند 73 مقعد يجد أن هذه التفاهمات إيجابية ما بين القوى السياسية السنية والأغلبية السياسية السنية والأغلبية السياسية المتحققة الانتخابية الشيعية والكردية تعرضت إلى قصف تعرضنا إلى مشاكل كثيرة تذكر منطقتي تعرضت إلى قصف مدينتي تعرضت إلى حركة عسكرية فشفت القوى السياسية في يومها لا القوى العسكرية طبت استعراء أنا بس تعرض موذيك اللي فتحت ببيت وقلت لهم غدوهم معرفة عشيهم هيك واحدة من بس المهم قصف صار وحركة عسكرية ومضايقات وتحريك يعني مشاكل كثيرة فقلت لهم بوقتها بالنقاش قلت أخوان لا تستخدموا هذا الاسلوب معي أنا رجال أجي بالنخوة أنا ما أجي بالملاوة كل ما تستخدمون ذني أكثر قاعد يقولولي اثبت على موقفك لأن إذا أتراجع بيقولون ما تراجع لأن خاف مو لأنه عنده قرار سياسي فخلوني أتعامل سياسيا لأن ما أقبل يقال عني أنه لأن أتعرض إلى قصف أو تعرض إلى تهديد حشاك هو حشا سامع أنه استجبن وتراجع أنا ما أتراجع أبدا أتمنى على الأخ الأخوة في الكتلة الصدرية يصارون إلى نتيجة مع قوى الإطار وأعمل على أن يصارون على نتيجة مع قوى الإطار بس ما أرجع ما أرجع وممكن كانك يعني تستفسر معهم قلت لهم ما أرجع أما ما يتعلق أنه يمضي المشروع أو لا يمضي أنا قناعاتي كان ما يمضي لأن أولا الفاعل الإقليمي مهين ثنيا العددية ما تأهن للثلثين وأنا من الناس اللي كنت مؤيد لقرار الثلثين لمنتخاب رئيس الجمهورية يعني مو كان ضد مصلحة الثلاثي ولكن مع البلد مع استقرار يعني العلاقة بالستراتيجية يعني اليوم لو المحكمة الاتحادية أو القضاء مصدر قرار أنه لا بالأغلبية يقدرون ينتخبون رئيس الجمهورية بعد السنة والكرد ما لهم دور بالعراق مستقبلا لأنه راح تكون الأغلبية اللي يمتلك الأغلبية اللي عنده أكثر من نصف في كل دورة هو يقول لك خلاص ماكو ثلث معطل هذا إشارة واضحة ترانا يعني عدي ثلث معطل راح يجيكم بعدين لا لا أنا أحكي استراتيجية هي واستراتيجية؟ لا لا مو ألوح بي بس أقول هذا الكريدت اللي يحمي مكونات الشعب لازم أن نتنازل عنه حتى ما تجي أغلبية في يوم من الأيام وتقول شكرا أنا أجيب رئيس وزراء وأنا أجيب رئيس جمهورية وأنا أجيب رئيس برلوان ويترك المكونات الأخرى وتصير فتنة بالبلد تمام فشنت أشوفها ما تمشي وما يعني أكو جزء من الحديث سمحت سيد مقتدى الصدر لا يجد أو يجد نفسه في المساحات الشعبية أكثر من تمثيله بالمواقع التنفيذية والرسمية يجد نفسه أقرب إلى الشارع يجد نفسه أقرب إلى المجتمع يجد نفسه أقرب إلى منهج المعارضة آخر مرة تواصلت هو بيوم الاستقال وبعدها مرة خلاص أكو يعني تواصل من خلال القنوات ولكن بشكل مباشر يعني من قال أنا مغادر العملية السياسية التزم أكو كلام ذكر السيد أبنان الزرفي عن تحالف الأقوياء وكتبت عن نصحه في البرنامج بالمختجل وأعتقد واصل جنابك تحالف الأقوياء سيد المالكي بصلحة إذا صار هذا الصلوح التاريخي مع سماعة سيد مقتد الصدر وينبم لهم سيد مسعود البرزاني هو قال طرف سني أنا ضغطت قتل الحلبوسي قال أنت تريد تقول الحلبوسي زي بالفعل إذا صار تحالف الحلبوسي يمضي شو تسمي هذا التحالف؟ تحالف الأقوياء لا لا نتيجة مالة العددية شين وهي؟ الأغلبية إيران تقبل؟ أنا ما عرف إذا قبلت فليش ما قبلت على سيد مقتد؟ وإذا ما قبلت يعني ستقول لي ليش إيران تتدخل؟ إيران تتدخل من خلال الفعلها السياسي العمق السياسي الشيعي يقبل فنظرية الأغلبية انطرحت فيه ألفين أمول ترى بالمناسبة بمبل 21 وعشرين انطرحت بالثمنتعش سيد المالكي؟ لا لا بالثمنتعش من صار إصلاح وبناء سيد عمار مع حيدر العبادي مع سيد مقتدر وانطرحت بالأربعة عشر أذكر أنا أول ما دخلت العملية السياسية بالألفين واربعة عشر شنت نائب قبل تشكيل حكومة جتنا ورقة من حزب الدعوة دولة القانون يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية ففي كل مرة تنطرح بالنتيجة تروح توافقية ولكن مو بتسميات مختلفة تروح بتسميات مختلفة فما أعتقد ما أعتقد هذا الآن على أقل تقدير ما المسألة واقعية ممكن يكون تقدم ظهير لسيد السوداني في البرلمان تذكرت على المساحة السياسية بإمكانك جنابك تسأله هو يقول يقول الحزب الوحيد الذي يلتزم بالدفاع عن البرنامج الحكومي بكاملة يعني هناك أحزاب أخرى تلتزم بجزء أو لا تلتزم بجزء آخر تلتزم بموقفها تلتزم بنوابها تلتزم بوزراها أفضل التزام بالتقييم إليه سماه أفضل موقع الوحيد هو تقدم رغم كل ما تعرضنا له ما صرنا معارضة في مجلس النواب لأن ريد حكومة تنجح ريد دولة تنجح تنعكس علينا إيجابة وحتى في الحكومة كثير من الأحيان يأخذ الرئيس السياسي من وزراء تقدم بما يتعلق بكثير من مفاصل الدولة سواء الأخ وزير ناب رئيس وزراء ووزير التخطير ووزير الصناعة ووزير الثقافة والعلاقة جيدة جدا ما بيني وبينا ما بين كتلتي وياك كتلتي أيضا يودو وبتواصل وأسأل الجانب عني صارت نشاكل بالبداية علقت بالبداية تتمدد على السلطة التنفيذية قلت لك جدي تراكمات مين مستمرة قال قلت 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 اثنين عاتلنا مش سريع ومشكلة تسمع يراد لوكت يلا يثبت يثبت الحقيقة ومن يسمع هو ما سامع من أي واحد يسمع من فريق السياسي يعني من القوة السياسية المحيطة بي قوة اللي مشكلة للإطار بعض الأطراف السنية اللي يلتقى بيهم تحت مبدأ أنه أنا رئيس وزراء الكل لازم أشوف الكل طبيعي معارضة اللي ما يروح يمدعني فتراكمت عنده إضافة جدي مشكلة الموازنة بصراحة وأنا لازلت أقول أنه الموازنة الثلاثية في حينها وأقولها أنه الموازنة الثلاثية مثل ما واحد دي يصمم شيء على مجهول نحن لازم تمدد على قد أغطاك أنفق على قد ما تملك رؤيتك على قد هذه السنة حسن الآن هناك نصوص قانونية أقرت لثلاث سنوات الحكومة ما تستفاد من العدد القيد الحكومة وأكو قناة يعني مواد معطلة أكو مواد لا تنسجم مع الواقع نحن نتحدث عن إيرادات غير نفطية تريليونات ما تحققت وبالتالي انخفض الإيراد وزاد العجز ويمكن سمعت بالفترة الأخيرة أكو مشكلة بالسيول لأن التقديرات عالية فلازم السنة المالية سنة بسنة إحكام إنفاق العالية مشاريع مفتوحة التزامات تشغيرية عالية مهولة الإرادات الغير نفطية المخطط إلها رقم واللي موجودة على أرض الواقع على أرض الواقع بسبب التهريب بسبب عدم ضبط المنافذ ما تحققت هاي الإرادات فهي هاي سيولة في حد ذاته هي إرادة للحكومة من ما موجودة تخلي الحكومة في حرج بقدرها للمبلغ آخر سؤال من يسعى لإسقاط حكمة السعيد السوداني إسقاط ماكو يعني أسمع تقييد وإلها علاقة بالوضع الانتخابي داخل أروقات القوى السياسية الشيعية خايفين مني؟ متغالبين من وقت بعد وقت؟ حيل من وقت متغالبين تواه بلشت الدور يعني السنة الأولى من حكومته لكن رئيس الوزراء يجي ونقوم نحير يعني بالانتخابات التي تليها من القوى السياسية ما يلحق يحقق البرنامج إسقاط رأح تطول قصة رئيس البرلمان يعني بعد العيد بعد العيد يصير نقاشات جدية يعني جدية وموضوعية يقولون كل ما تطول أكو أمل سيد الحلبوسي يرجع لهذا الأمر أنا ما أحطى بأولويات وما أحطى بحساني الثاني الموقع أنا كنت بقرر أغادر بعد الانتخابات مباشرة المحيشية في أكثر من له صحيح أجد نفسي بالعمل السياسي أكثر ورح تجي انتخابات وتشوف حتى بالدورة القادمة أنا لا أتقدم لهذا الموقع أجد نفسي في المساحة السياسية بالقيادة السياسية وأجيب شبابي فريقي القادة اللي موجودين لون دارة الدنيا لون دارة الدنيا سيد الرئيس وصار ممكن يترشح شخص صني الرئيس الوزراء رح تقبل بترشيحك منصب رئيس الوزراء لو هذي يفزز الشيء لا 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 شوف الجماعة الحزاب هي مالحالهم فازين بدون ما تسألهم هذا السؤال ثانيا أيهما أقوى مجلس النواب له الحكومة المفروض مجلس النواب أقوى لأن الحكومة من مخرجاته المجلس هو الوحيد اللي جاي من المجتمع الحكومة هي مخرجات مجلس النواب أنا لو كنت شيعي أنا لو كنت شيعي صاحب السلطة الشيعية أنا أخذ مجلس النواب أخلي رئيس الوزراء متعهد عندي متعهد عند السلطة الشعبية نجاح أقول له أهلا وسهلا ما نجاح أطلع عاجب غيره كل الأنظمة بالعالم سواء الأنظمة اللي على مستوى رؤساء ملوك رئيس الوزراء يعني الأنظمة الملكية رئيس الوزراء هو جهة تنفيذية بأمر الملك أو بأمر الرئيس الجمهورية نحن نظامنا برلماني رئيس الوزراء هو جهة تنفيذية لممثل الشعب اللي هو مجلس النواب فأكرر لو أنا كنت رئيس أو اللي كنت شيعي وعندي الأغلبية الشيعية أخذ المجلس بالكامل واخلي المكونات الأخرى في المواقع كل شكرا وتقدير لجنابك سيد محمد الحلبوس رئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق شكرا لإطاعت هذه الفرصة شكرا لإطاعت هذه الفرصة شكرا للموصولكم مشاهدين الكرام والتقعنا في حلقات قادمة حتى ذلك الحين في المانتلة